السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة الاولى من مقرر Digital Systems او الانظمة الرقمية عنوان المحاضرة الاولى بيكون Number Systems او الانظمة الارقام او الاعداد لان كما هو واضح من عنوان المقرر ان هذه الانظمة الرقمية بتعتمد على الارقام او الاعداد يعني بمعنى اخر بتستخدم نظام عددي او نظام رقمي معين ولذلك انغطي في المحاضرة الاولى والمحاضرة اللي جاية ان شاء الله الانظمة العادية المختلفة وزاي نحاول ما بينها ازاي نحول من نظام عادي معين لنظام عادي معين وازاي نقدر نستخدم هذه الانظمة العادية لتنفيذ بعض العمليات سواء المنطقية او الحسابية وطعا الكلام ده ليه ليه بنشوف هذه الانظمة وزاي نحاول ما بينها لان الانسان او الشخص اللي هو اشخاص زينا بيستخدم النظام اللي هو العشري يعني احنا في تعاملاتنا كلها بيتعامل مع النظام العشري او ساموة decimal numbering system اللي هو بيعتمد على عشرة ديجيتز اللي هم الارقام من زيرو لغاية تسعة في المقابل ال digital systems هنجد انه هو بيتعامل مع النظام اخر وهو النظام الثنائي او ال binary system اللي هو بيعتمد على two digits فقط اللي هم digit zero و one وبالتالي اذا لازم يكون فيه وسيلة لتحويل ما بين النظام ده والنظام ده اللي هو العشري والنظام الثنائي ليه عشان يحصل اتصال او تواصل ما بين المستخدم اليوزر العادي اللي هو احنا مع ايه الانظمة الرقمية او الاجهزة الرقمية ازاك هنبدأ الاول بين number systems فاول حاجة هنغطيها هنتكلم الاول ايه ما هو الفرق ما بين الحاجة اسمها ال digital والانالوج يعني ال digital اناعرف يعني ايه digital وجايبين واناعرف العكس بتاعه اللي هو الانالوج يعني ايه وبعد نتكلم على الممبرانج سيستمز اللي هو المستقوم الممبرانج سيستمز زي البيناري والاوكتال والهيكس ديسمال طبعا بالاضافة الى الديسمال اللي احنا عارفينه بعد نتكلم حاجة اسمها زي نحول ما بين هذه الانظمة وبعضها بعدين نتكلم على لان في الاخر الهدف الرئيسي ان احنا بعد ما نعمل تحويل للمعلومة من نظام الى نظام ان احنا عملها احنا اي معلومة واي information يتم انتقالها للنظام الرقمي لابد ان يتم تمثيلها بشكل ايه محدد ليتم التعامل معها بعد كده عن طريق البروسيسور او المعالج بعدين نتكلم على حاجة اسمها and subtraction وفي الاخر هنتكلم على امر او موضوع اسمه how to compute the complement of binary values الاول ما هو الفرق بين ال digital والانالوج digital يعني رقمي كترجمة الانالوج له ترجمة ولكن بصراحة الترجمة باللغة العربية يعني بتكون غير معبرة عن المعنى بتاعه ولذلك احنا هنترجمها دلوقتي ولكن هنتزم بالاسم اللي هو الانجليزي اللي هو الكلمة انالوج بعد كده لما نجي نشير الى هذا النوع فعندنا في نوعين اللي هو ال digital والانالوج واضح ان الانالوج هتكون عكس ال digital طيب ايه هو الانالوج وخلي بالك تلاحظ ان كلمة digital وانالوج اللي تتم مرتبطين بكلمة signal analog او digital versus analog signal بيتكلم على ال digital والانالوج signal كلمة signal او اشارة معناها ايه ما معنى كلمة signal او اشارة عمتا كل شيء احنا بنقدر نحس بيه ونتعامل معه يعتبر اشارة يعني اي شيء بيدخل ونحس بيه ونقدر نتعامل معاه يعتبر اشارة هذه الاشارة قد تكون لها يعني كذا شكل قد تكون في صورة مثلا درجة الحرارة يعتبر اشارة في صورة مثلا sound او صوت الصوت يعتبر برضو اشارة من اشارات قد تكون في صورة electrical signal او اشارة قهربائية بمعنى اخر ان اي شيء نقدر نحس بيه ونتعامل معه يعتبر بالنسبة لنا signal او اشارة هذه signal بيكون الطبيعة بتاعها ان القيمة بتاعتها بتتغير بمرور الزمن يعني مع مرور الزمن قيمة signal دي بتتغير يعني temperature بتتغير sound او الصوت بيتغير الضوء قيمته بتتغير وهكذا اي signal او اي ظاهرة او اي فنومنة بتحصل في العالم الخارجي قيمتها بتتغير بقى ايه مع مرور الزمن عشان كده بنقول احنا ايه اي ان كل هذه الظواهر اللي بتحدث في العالم بنطلق عليها analog signal يبقى اذا العالم عمتا او احنا حياتنا كلها هي analog مش digital يعني الحياتنا اللي هي الطبيعية التعامل مع الظواهر المختلفة زي temperature زي pressure زي light زي electrical signal كل الحاجات دي اللي اللي متعامل معها signals دي بتكون هذه signals في صورة analog يبقى analog express phenomena اي phenomena that have smooth gradual continuous change or movement يعني هي عبارة عن ظاهرة معينة او signal بتكون قيمتها متغيرة بشكل مستمر وبشكل كمان يعني smooth يعني تدريجي وتاخذ قيم مختلفة مع مرور الزمن كل ما الزمن يتغير او يعني يتقدم كل ما هزي القيم او values او القيم بتاعة signal دي بتتغير فايزا حياتنا نتطفق بقى ازا حياتنا كلها بتكون عبارة عن analog signal بعد كده ظاهر بقى ال digital systems او الانظمة الرقمية بما فيهم طبعا جهاز الحاسب هو الحاسب يعتبر اشهر الانظمة الرقمية اللي هو بتعامل مع مش بقى ال analog signal ولكنه بقى يتعامل مع ال digital signal وطبعا ال digital signal زي ما شوه بعد شوية هي في الاخر هتبقى عبارة عن في صورة هتكون في صورة electrical signal او الشارة كهربائية وبالتالي واجب دلوقتي علينا علشان يبدأ هذا الجهاز اللي هو digital system يتعامل مع كل هذه الظواهر المختلفة سواء الصوت او ال light او غيره او pressure او temperature لابد من تحويل انحنا نقوم بتحويل analog signal في صورة كهربائية signal والاجهزة اللي هي بتقوم بهذا العمل اللي هي يطلق على كلمة يبقى هو المسؤول عن او او انا قصده بها اللي هي زي طبعا لأي لكن احنا دعم نركز على يعني ازا نقوم بتحويل هذه الاشارات اللي هي المختلفة زي sound light temperature الى electrical signal احدى اشهر هزي الترانزيديوسرز اللي احنا ناخد بالنا منها للمايكروفون على سبيل المثال المايك المايك بيعمل ايه بيستقبل الصوت وده اعتبر في صورة اشارة اشارة صوتية بيحاولها في صورة ايه صورة electrical signal اشارة الكترونية او 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 كهربائية عشان يتم التعامل معها عن طريق ايه ال digital system ياخد electrical signal اللي هي جوه الكمبيوتر نفسه ويحولها في صورة اه اه sound او اشارة صوت برضو حاجة اللي هو عبارة عن بعض الاجهزة اللي هي بتعامة على temperature بتقيص temperature وتحولها برضو في صورة electrical signal عشان القياس نفسه يظهرينها في صورة قيمة او قادرة عمل معها كل دي اجهزة يبقى اي جهاز بيحور او signal من شكل الى شكل بيعتبر اسمه كلمة transit user لكن اخر او الملخص السلايدي ان كل حياتنا عبارة عن analog signal تمام دلوقتي بقى وبالتالي طبعا analog signal معناها ان قيمتها بتتغير مع الزمن يعني يمكن التعبير عنها في هذه الصورة زي ما تشايف كده اللي هو signal او الاشارة اللي بلون البرتقال هي دي signal تلاحظ ان القيمتها تعلق وتقل مع الوقت وقتها ده المحور ده ومحور الزمن محور ده محور value او القيمة مع مرور الزمن value بتزيد بعد شوية ممكن تقل بعد شوية اللي تاني لغات الاخر خالص ترجع تاني تعل تاني وكذا وطبعا مش تازم تكون بشكل اه يعني متشابه ممكن تاخد وهذه value او القيمة تتغير مع مرور time او الزمن وذلك اتفقنا or our life is analog signal كحياتنا كلها بنتعامل احنا في الطبيعي كanalog طيب لكن كذلك قلنا بعد ظهور الانظمة الرقمية وخاصة ال computer systems او الحاسب او انظمة الحواسيب او الحواسيب او الحاسبات ففي هذه الحالة لابد ان احنا عشان الحاسب يقدر يتعامل او ال digital system يتعامل مع ال analog signal اللي هي اللي هي بتبثل حياتنا لابد ان يحصل ايه تحويل من ال analog لل digital ويبدأ التعامل مع ال digital signal يبقى دايما ال digital ممكن اعتبرها هي عبارة عن اه طبعا اول حاجة اعتبرها ان هي عكس ال analog لان ال digital ال analog system اللي احنا بتكون continuous او مستمرة يعني ايه مستمرة يعني في اي وقت من الزمني يعني بص اي وقت زمني هنا لو جينا اي وقت زمني لو جينا على المحور كده وحاولنا ان احنا نشوف القيمة بتاعتها عند اي مكان بتاعنا نبص كده هنا هو اي في اي وقت زمني هنا على المحور ده بتاعنا هيكون ايه يعني هنا مثلا اا لما تلاقي لو بصينا على المحور بتاع الزمن هتلاقي هنا اا عند اي قيمة للطيم هتلاقي في المقابل لها موجود قيمة value موجودة على الكير في نفسه او الاشارة دي زي ما تشايف اختار اي قيمة للطيم على المحور دوت اطلع كده ودفوق هتلاقي لها قيمة موجودة في الاشارة نفسها اي قيمة لو غربنا شوية هتلاقي اياها برضوها قيمة لو بعدنا شوية هتلاقي هناك قيمة وهكذا دايما كده هتلاقي في لها قيمة فالسيجنل زي ما تشايف متصلة اشكرا بسميها analog او اشارة متصلة لها قيم طالما الزمن اي وقت زمني اقدر اجد امامه قيمة لهذه الاشارة بالنسبة للديجيتال لا العملية مختلفة شوية ديجيتال ما بتعاملش مع الكونتينوز set of data ولكن بتعامل مع discrete values كلمة discrete value او discrete value يعني قيم منفصلة او محددة قيم منفصلة او او محددة يبقى اذا الديجيتال بتعامل مع او الديجيتال سيستيمز او الديجيتال سيجنل بتعامل مع discrete values قيم محددة مش متصلة يعني احنا جينا تكلمنا على الTIME قلنا ايه ان الTIME بيكون متصل اي قيمة عن محور مثلا لو انا جيت جيت عند مسلا رجعنا للرسمة اللي فاتت ديت لو جيت عند الTIME مسلا هنفترض ان اسم الTIME واحد مسلا فهنجد ان فيه قيمة قيمة ما مجودة لو روحت الTIME واحد واتنين من عشرة مسلا بعدها على طول هنلاقي في قيمة اجي عند اتنين الTIME اتنين هلاقي في قيمة ده بالنسبة للسيجنل طب لو جيت عند واحد بوينت فايف هلاقي قيمة لو بوينت ناين هلاقي قيمة طب لو بوينت ناين فايف هلاقي قيمة فتلاقي في قيم كتيرة لانهائية ما بين اي لكن القيم الديجتال او لا بياخد او بيسجل القيم بتاعت السيجنل عند قيم محددة يعني مثلا هنقول مثلا عند هنا ادي قيمة عند اتنين مثلا وعند اربعة او تلاتة مثلا وعند اربعة وعند خمسة وعند ستة واضح كده يبقى هنا في قيم محددة في الTIME بحسب او بحسب اصادها او بشوف اصادها قيمة السيجنل وبالتالي التعامل هنا في الحالة دي مع قيم منفصل زي ما نشايف كده يعني ما فيش قيمة بين الاتنين والثلاتة يعني بين الاتنين والثلاتة يعني الرقم اتنين ده يمثل الجزء ده كله على بعض ما فيش حاجة اسمها تدرج القيمة دي الجزء ده كله وهكذا ده بالنسبة للنظام اللي هو الديجتال وبالتالي الديجتال سيستم بتكون فيه بتنتقل في الصورة جومبينج بتعمل جومبينج فروم وان اللاود فاليو تو اناظر وبالتالي فيه جومب او بتنتقل بشكل مفاجئ ومفاصل من قيمة الى قيمة زي مثلا ايام الشهر days of the month هذا السيستم اللي لو احنا عندنا سيستم بيتعامل او بيعرض لنا ايام الاسبوع ايام الشهر فدي بتكون ديسكريت او بتبقى ديجتال فاليوز لان ايام الشهر محدودة ومعروفة وواحد وثلاثين يوم اليوم نمرأ واحد يلي اليوم نمرأ اثنين نفيش او واحد بوينت نين نين دايما هو واحد بعد اثنين عو طول يروح لاثنين لتلاتة لاربعة فايز ادي فكرة اللي ايه الديجتال انها بتتعامل مع قيم محددة وبالتالي لو نقرن بالاتنين بقى الفرق بينهم اتلاقي طبعا ازا زي ما قلنا ان الانالوج بتكون مستمرة الانالوج سيجنال بتكون منفصلة وغير متصلة وبتعتمد على قيم محددة وهذه القيم بيكون لها عدد معين يعني محدودة معروفة لكن الانالوج بيكون القيم فيها كنتينووس ويكون عددها لا نهائي طيب زي ما قلنا قبل كده في الاول المحاضرة ان العالم كل اللي احنا عايشين فيه يعتبر انالوج اي ظاهرة هي كنتينووس مع مرور الزمن القيم بتغير على طول لكن دلوقتي مع ظهور الحاسب والكمبيوتر محتاجين انحن نحول هذه الانالوج سيجنال الى ديجيتال سيجنال عشان يتم التعامل معايا عن طريق الحاسب فعملية التحويل من الى ديجيتال بنسميها ديجيتيزيزا جيسان أو قونتيزيزيشن ديجيتيزيشن او ديجيتايزيشن دي طريقة التحويل من الى 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 ديجيتال ديجيتايزن يعني ان انا ااخد القسم الى مجموعة من الديجيتز زي ما قلت من شوية كده هتلاقي الاشارة اللي هي اللونها ازرق هذي دي السيجنال المتصلة زي ما نشايف لكن السيجنال المقابلة اللي هنحولها وتكون ديجتال اللي بلون لاحمر تلاقي عند قيم معينة فقط. بنعتبر دي عند قيم معينة فقط. طيب قريبة من بعض. وهذه القيم هي تمثل بالنسبة لي الايه? الايه? الديجتال سيجنال اللي هي المقابلة لهذه الايه? الانالوج سيجنال. طبعا فبالتالي الديجتال زي ما تشايف في بعض البيانات حتى تضيع اللي في النص دي. لن توخز في الاعتبار. في بعض الانفورميشن ستفقد. ولكن في الاخر متغلب عليها ازاي? ان احنا نقلل الفرق ما بين الخطين دول. اللي هي بسموها ان خطيتي معناها كان انا بعمل سامبلينج او باخد سامبل من السجنال. يعني عينة من السجنال عند قيم زمنية معينة. فانا لو كل ما قلل الفرق ما بين وقت اخذ العينة او السامبل. فده يعني لو اربطها شوية. فالفقد بيكون اقل. فبالتالي الوقت الزمني دوت. اللي هو بتاع السامبلينج نفسه. او بتاعت ان انا ناخد سامبلز من الانالوج عشان حولها الى ديجتال. لو قللناه. ده معناه ان طبعا ان مقدار الفقد الجزء اللي هو لانا لم يتم قياسه دوت. اللي هو بابين. كل خطين ده. سيقل وبالتالي الفقد بيكون اقل. يبقى ايزا دي فكرة الايه الديجيتيزيشن او الكوانتايزيشن. ان احنا هنا ناخد سامبلز من الانالوج سيجنال. ونحولها في صورة قيم محددة ومنفاصلة. اه طبعا عملية التحويل من الانالوج الى الديجتال كونفيرجن او كونفيرتر بنسميها اي دي سي. وده العملية العكسية ان انا لو عندي ديجتال وحولها الى انالوج فدي بسمها دي سي او ديجتال تؤانالوج كونفيرتر وده العكس بيكون تو جينيرات او ري جينيرات الانالوج سيجنال فروم دير ديجيتيزت اه فورم. طبعا شفنا الرسمة العامة او الصورة العامة او الشكل العام للتحويل من الانالوج الى الديجتال. في الاول الفيزيكال فنومنل زي مسلا اللي هي يتم قياسها عن طريق جهاز اسمه وسميناها من شوية ترانزيديوسر واحدة امسلة الترانزيديوسر يحول السيجنال اللي هي الخاصة بالفينومناء يحولها الى اخره يحولها الى الكرانت او فولتج يحولها الى الاكتلohl سيجنال اقدر اخذها داخلها او عينات او ان تتعامل معها عن طريق صفت وير معين فقدر عملها هي بقى تحكم فيها وعمل فيها وانشي بروغرامز تقدر تتحكم او تتعامل مع هذه الهيه مع هذه الديجينز او الديجتال طب ليه من استخدم الديجتال هواي ديجتال لان من الكلام اللي احنا شرحنا من شوية بيبان ليا ان الديجتال سيستيم اسهل في التصميم يعني بتعامل الديجتال مع عدد محدود من الديجتال وليس لا نهائي طبعا كلمة لا نهائي يعني very large وبالتالي ازا ما عندناش ازا continuous very large values اللي عندنا فيه قيم discrete منفصلة ومحددة عددها محدود فتبقى ابسط فده اول حاجة ثاني سبب ان information storage is easy تخزين المعلومة الخاصة بالديجتال اسهل برضو مرتبطة بالنقطة الاولنية limited not set of values وبالتالي التخزين بيكون افضل واسهل الحاجة التانية الأكيوريسي بتكون اضاق التعامل مع قيم اصغر بيبان دقة التعامل مع افضل من دقة التعامل مع infinite values او very large values كذلك يمكن برمجتها operations can be programmed اي حاجة digital يتم برمجتها بسهولة لانها تحولت الى صورة digits وبالتالي البرمجة بتكون سهلة اخر حاجة digital circuits are less affected by noise لان عامة السيجنال اللي احنا متعامل معها اللي هي الانالوج بتكون موجودة زو ما قلنا هي تابعة ظاهرة ما بيكون موجودة في الجو او في الاير نفسه وبالتالي ما فيه signals اخرى مضادة لها بيسموها الـ noise ممكن تؤثر على قيمتها لكن التعامل مع الـ digital signal بيكون دايما اقل تأثيرها من الـ noise لانه في الغالب بيكون من خلال الـ hardware system نفسه بعد ما يتم تحويل الانالوج الى الـ digital لان فالتالي يبقى اذا التعامل معها بيكون بتبقى الـ noise فيها او تأثير الـ noise عليها اقل من الطرق الاخرى طيب ومن اشهر طبعا الامثلة على الـ digital systems اول حاجة طبعا يجي اللي هو الـ digital computer عمتا الحاسب او جهاز الحاسب سواء كان desktop كان كان person computers او موبايل اي اي ان كان يعتبر ده إحدى الأمثلة المشهورة للديجتال سيستم كذلك الهاندهيلد كالكوليتور يعتبر ده إحدى الأمثلة على الديجتال سيستم الواتش ديجتال واتش أو السعر الرقمية برضو واضح من اسمها بتكون برضو هي إحدى الأمثلة الخاصة بالديجتال سيستم دلوقتي ننتقل بقى إلى النومبرينج سيستم أو أنظمة الأعداد أو أنظمة الأرقام نسميها زي كده أو كده بنفس المعنى ودي مهمة جداً ليه؟ لأن الطبيعي إحنا كيوزرز أو كبشر بنتعامل مع نظام عددي اللي هو النظام العشري في نفس الوقت النظام الحاسب أو الكمبيوتر أو الديجتال سيستم يتعامل مع النظام الثنائي أو البيانر يتعامل مع النظام الثنائي أو البيانر يتا اللي هما الزيرو والإي والوان. طبعا في الديجتال سيستمز كل أنواع الديتا التي يتم التعامل فيها عن طريق الكمبيوتر. يعني أي ديتا لازم يتم تحولها في صورة زي مثلا زي الأعداد الصحيحة الأرقام يعني زي الأعداد الصحيحة أو الأعداد الحقيقية اللي بتحتوى على فلاكشن زي 1.33 9.55 أو 6.76 للقص يعني وكذا كل دي يتم التعبير عنها في صورة كذلك حاجة اسمها الالفا نيوميريك كاركترز اللي هي زي الحروف كل حرف بقاله مقابل لي كود معين يعني حرف الا مثلا لو كود معين حرف الا كابتل لو كود الحرف البي سمول لو كود وهكذا كل الليترز لها اكوات الكنترول كاركتر زي مين زي الشفت زي كنترول اي حاجة على الكيبورد اي اي كيف الكيبورد يعتبر ده اسمه آآ الفا نيوميريك كاركتر كل دول بيبقالهم كود مقابل ليهم آآ يتم تخزينه في صورة ثنائية في الحاسب مثلا بنتكلم على الامجز او الصور نفس الكلام الصور هي في الاخر آآ ربريزنتد برضو او يتم تمثيلها عن طريق ننبرز برضو اعداد ازاي؟ لان الننبرز دي يتمثل الالوان او الكلارز عمتا اي كالر يمكن استنتاجه من ثلاثة الوان اساسيين لهم الريد والجرين والبلو وده اسمه النظام بيسموه الارجي بي سيستم او كالر سيستم بحيث ان اي مجموعة من الثلاثة دول بس كل درجة كل لون منهم بدرجة مختلفة مثلا قد يكون الريد بدرجة معينة درجة مثلا درجة واحد الجرين درجة عشرة البلو درجة تسعة مثلا الكمبيونيشن بينهم او المجموع بينهم ينشئ لون اخر معين فهذه الدرجات هي في الاخر ننبرز اعداد كل بيكسل بيبقالها طبعا درجة معينة بننبر معين وبالتالي ازا الامج او الصورة برضو يمكن تحولها في صورة زيرو وون او في صورة ثنائية كذلك الساوند او الصوت ستعبار عن اشارة او تنخفض لها قيمة عالية او منخفضة بس في الاخر اشارة القيم بتاعتها العالية والمخفضة لها قيمة او لها قيمة اما هذا الامبلاتيود هو في الاخر رقم برضو او ننبر ساعة بيسموه سامبلز او عينات داخل منه عيناة معينة العينات تحت الصوت دوت بيتم طعم في بريت معين او معدل معين في الغالي بيكون حاجة اسموها عشرين كيلو هيرتز ده در المعدل اللي اخذ السامبلز من الصوت موما في الاخر بتلاقي ان الساوند برضو يتم التعبير عنه في صورة ننبرز وبالتالي يمكن تحويله في صورة برضو نظام الثنائي يعني اذا كل ديتا اللي يتم التعامل معها باستخدام الانظمة الرقمية يتم تحويلها في صورة ثنائية شكرا من ده الاول بالبايناري ننبر ونعرف هو عبارة عنه يبقى اذا البايناري ننبر او الارقام او الاعداد في النظام الثنائي بتعتمد على ان الرقم او العدد يكون مكون من مجموعة من الخانات كل خانة من دول بنسميها Bit نسميها ايه؟ 1 Bit يبقى اذا الاعداد او الأرقام في النظام الثنائي بتكون مكونة زي ما شايف من مجموعة من الخانات كل خانة بيبقى لها قيمة يا ون يا زيرو يا واحدة صفر. اي خانة من هذه الخانات بتحتوى على يا اما واحد يا اما زيرو. كل خانة من هذه الخانات يطلق عليها كلمة ايه? اه بت. اه يبقى البيت عبارة عن هي سنجل زيرو اور ون. فاي باين اللي نمبر. فمسلا عندي رقم زي ده واحد زيرو واحد زيرو 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 الاخره. كل خانة من دول تعتبر بت. الخانة مثلا اولا دي بت. كل واحدة من دول اسمها بت. لو عدد الخانات او عدد البيت كان بيساوي تمانية متجورين جانب بعض. يطلق على هذه المجموعة اه بايت. يبقى البيت عبارة عن ايه? البيت عبارة عن ايت بيت. خلاص? وبالتالي يبقى البيت والبيت دول هم يعني نكلم على النظام الثنائي بيبقى التعامل دائما مع البيت او البيت وخاصة البيت لان البيت بيضل على كل خانة اه لحالها. خلاص? يبقى ازا ده يعتبر هنا اه بيت لانها عددهم تمانية. تمانية خانات او تمانية بيت. وكل بيت لها قيمة او واحد يزيرو. ده الشكل العام بتاع بتاع النظام الثنائي. طيب. تعالى نشوف بقى ازاي نقدر نحسب اه او نعمل تحويل من النظام الثنائي الى النظام العشري. لان انا كيوزر دلوقتي او كمستخدم او كانسان. ازا يقرأ النظام الثنائي. لازم اعرف احوله الى النظام العشري اللي انا بفهمه. فما هي طريقة تحويل النظام الثنائي الى العشري? بيتم الكلام ده عن طريقة حاجة اسمها بيسموها كده بيسموها او مثل اسمها الويتد ملتوبيكيشن. الضرب الموزون. يعني نضرب اوزان معينة بحاجة ان كل خانة من الخنات الخاصة بالرقم الثنائي بيبقالها وزن معين. يعني نراجع كده مثلا للان اطبع على المثال دوت العرقم اللي قدامنا ده. الرقم دوت اتلاقي كل خانة من الخنات اللي قدامنا ديت بيبقالها وزن معين. طب تعالى نشوف ايه الاوزان دي. فمسلا الخانة الاولى مثلا ديت او الخانة في الرقم بتاعي. بيبقى الوزن بتاعها اولا هي الخانة بتكون الاولى. فمن اديها الرقم zero. الخانة نمرة zero. اللي بعدها بنسميها الخانة نمرة واحد. ما الخانة نمرة اثنين. الخانة نمرة ثلاثة. الخانة الرابعة. خمسة. ستة. سبعة. طبعا بدأنا من الصفر وننتهي الى رقم سبعة عشان عددهم كام تمانية. لان بدأنا من الشيء من الصفر. الحانة الاولى هي نمرة zero. بيكون الوزن وتاسها ركز معها اثنين قصه اثنين د Representative for Only 2. اثنين已 أيضا لنظام ثنائي والصفر عشان خانة نمرة صفر. الخانة اللي بعدها يصبح الوزن بتاحها اثنين قصه واحد . الخانة اللي بعدها الوزن بتاحها بيكون اثنين قصه اثنين. نفي sentence 2 هو نظام الثنائي ورقم اثنين ده هو الخانة الرقم اثنين. اللي بعدها بيقى الوزن اتنين قص ثلاثة. وهكذا هنا اتنين قص اربعة. اتنين قص خمسة. اتنين قص ستة. اتنين قص سبعة. دي الاوزان. لو ترجمناها بصورة قيم طبعا اتنين قص صفر يعني كام? يعني واحد. اتنين قص واحد يعني اتنين. اتنين قص اتنين يعني اربعة. اتنين قص ثلاثة يعني تمانية. فتلاقي الرقم بيتضاعف. بص واحد اتنين اربعة تمانية. اتلاقي بعدها اخر واحدة هتبقى ضعف الاربعة وستين اللي هي تبقى مية تمانية وعشرين اللي هي اتنين والسابعة. ده الاوزان الخنات الخاصة باي رقم سنائي. وانت مسهولة ممكن تتذكراها Kann awakeningها بالبعض في تعioni pin g 40-cND 12828 تريد ان كل خانة الفيديو يوجد دعف الاربعةülubububaene mema الع vind réuss زي من كل خانةِ الوزن بيكون ضعف الوزن للذي ما قبلناها وكل خانة يكون لها قيمة او value. الخانة الاولى قيمتها واحد. الخانة التانية قيمتها صفر. الخانة التالتة واحد وكذا يعني بقى قيمتها واحدة صفر. تعالى بقى نحسب القيمة العشرية لهذا الرقم. نعمل ايه? نبدأ ناخدهم بالترتيب. ناخد اول خانة اللي هي قيمتها كام واحد. اول خانة اللي هي قيمتها واحد. او ماخد كده الواحد. طرفها او. الفوزن الخانة اللي هي قيمتها واحد. انا اكتبها دلوقتي الوقت. لكن طبعاً صفر في اثنين بصفر لكن صفر ضرب اثنين. زاد اللي بعدها الخانة اللي هي من اثنين لقومها اثنين. حضرب قيمة الخانة اللي هي في الحالة دي واحد. هضربه ضرب من الوزن اللي هو كان اربعة. يبقى اربعة. يبقى واحد ضرب اربعة. وكما اللي بعدها يبقى صفر ضرب آآ تمانية اللي بعدها هيبقى صفر ضرب ستاشر اللي هي ديت خانا ندي دي صفر ضرب تمانية ودي صفر ضرب ستاشر اللي هي القيمة ضرب الوزن اللي بعدها هيبقى واحد ضرب اتنين وتلاتين زائد واحد ضرب اتنين وتلاتين زائد اللي بعدها صفر ضرب آآ اربعة وستين اخر واحدة هيبقى واحد ضرب مية تمانية وعشرين ونجمع كل هذه الأرقام. طبعا الأرقام التي هي ضرب الصفر هي موجودة لأنها ضرب الصفر أي حاجة ضرب الصفر بصفر. فكل ده هيبقى مش موجود. يتبقى الأرقام في أول واحد هو من واحد. زائد اللي بعدها هنا اربعة في واحد باربعة. زائد اللي بعدها اتنين وثلاثين في واحد باتنين وثلاثين. أجمعهم. فمجمعين. مقابل نزيل هيبقى 1975 في نظام ايه العشرين. يتبقى هذا الرقم اللي هو مكوم من 8. بالقيم اللي قدام قمته العشرية 165. يبقى طريقة التحويل عبارة عن ايه? ان انا اخد اه كل خانة من خانات اضربها في الوزن بتاع هذه الخانة واجمعها اللي بعدها بنفس الطريقة. لات ما اصل في الاخر المجموع اجمعهم كلهم احصل على دسمال نمبر. طبعا البيت نمرا زيرو بيبقى وزنها اتنين والصفر زي ما قلنا لواحد. البيت نمرا واحد بيبقى وزنها اتنين والصفر واحد لوا اتنين. البيت اتنين بيبقى وزنها اربعة وهكذا. البيت ثلاثة يبقى وزنها تمانية. الاتنين وزن ثلاثة وهكذا. ناخد مثال تاني. ولكن زيرو واحد واحد اتنين. طبعا اتنين اللي جنبها دي خلي بالك هنا. معناها ان الرقم دوت في النظام الثنائي. الاتنين اللي تحت ديت اللي المخافضة ديت. اللي سبسكريبت ديت. معناها ان الرقم دوت ماله في النظام الثنائي. طب مكاون من كام خانة من اربع خانات. صفر واحد واحد واحد. تعالنا حاولوا. ما هي وبيقول لك كونفيرت زي باينا لنمبر. عاوز المقابلة لها. اعمل ايه? اكتب الرقم او. زيرو واحد 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 واحد. وقصين كده اتنين معناها. ده في النظام الثنائي. بتساوي كم بها. هناخد الخانات بالترتيب زي ما قلنا. ممكن اخدها من يميل الي اليسار او من اليسار للميل. بس اخر لو قد تعمل اليسار لازم اعرفوا ايه الترتيب. فلو قد نميل اليمن اصلا. يبقى اول واحدة بواحد ايه? درب لوزن اللي هو اتنين وسط فر. اللي بعديها? انا اتنين برضو لقي lainه ضرب اتنين واحد ايه هو واحد برضو. اهو. بس ضرب اتنين وسط اتنين. اللي هو الوزن الايه? التالت ايه? ااخن واحدة اللي هي صفر ضرب اتنين وسط ايه? طبعا دي هتبقي بصفر لديا. دiders اتب كل ده ادود واحد ضرب اربعة. جزايد واحد ضرب اين بان اتنين زاد design palletsа اه واحد ضرب اه دائما اتنين او الصفر اي حاجة او الصفر بواحد يعني ايه واحد ضرب واحد بواحد طبع ان نجمعهم اربعة زائد اتنين ستة ستة زائد واحد سبعة يبقى اذا القيمة قيمة التحويل ستة والعشرة اللي جنبيها دي معناها في النظام العشري يعني قيمة التحويل سبعة والعشرة اللي هي مخافضة دي او معناها ان السبع دي في النظام الايه? العشر. ده بني. طب ما حاجة ما حاجة بس زي لتحت ريت. اعتقد دي لسه عاملنا من شوية نفس اللي اللي احنا عاملنا من شوية شبهها شوية. مختلفة شوية لكن شبهها. فبقضوا بنعمل نفس الكلام. بس هنا بقى ايه اللي حصل? عشان تسهل على نفسك? الخانات اللي هي بصفار ما تحسبهاش. خلاص انها اضيئة. فمعنش غير الواحد الاولاني اللي هو اتنين قص ايه? واحد ضرب اتنين وص صفر. اللي بعدها ده وده اللي هو الخانة نمرأ واحد واثنين مش موجودين. نيجي على بداية اللي هي نمرأ كم? تلاتة. يبقى واحد ضرب اتنين وص ثلاثة. اربعة مش موجود يبقى خمسة يبقى واحد ضرب اتنين وص خمسة. ستة مش موجود يبقى سبعة واحد ضرب اتنين وص ستة. طب ما تجمعهم مع بعض. اه وده احسب بقى القيمة كلها مائة تمانية وعشرين زائد اثنين وخمسة ثمانية وثلاثين زائد الثمانية الثمانية الثلاثة زائد الواحد نجمحهم نحصل على القيمة الانيائية في النظام العشري. ده طريقة التحويل من النظام الثنائي الى الانيائية الى اي قيمة القيمة اكدر ان انا احاولها لك في النظام العشر مسلا اعتذي هنا واحد واحد واحد. دي ساوى كام في النظام العشري start with اوتنا واحد ضرب اثنين وصفر بواحد. زائد. اللي بعدها واحد بقصد ضرب اتنين. اللي بعدها واحد ضرب اربعة ان يبقى واحد زائد وتين زاد اربعة تدلي كم تشار ولي سبعة? يبقى واحد 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 عطول هي سبعة. طول عندي مسلا واحد صفر واحد. في اسهل طريقة اقول كده الواحد ده وزنه كام? وزنه واحد. اللي بعد ايها وزنه اثنين اللي بعد ايها وزنه اربعة. اللي قدامة صفر طبعا هير spect Aah سبقى يربقي اللي واحد ده وال واحد ده وزنه واحد وال وزنه اربعة ادمر على الاربعة زاد واحد يبقى ده بتساوي كام اللي طريقة تبقى سريعة جدا انت لو انت عارف الاوزان بتضعف نفسها اول خانة واحد اللي بعدها اثنين اللي بعدها اربعة اللي بعدها تمانية فانت بحتاج تحفظها على طول ايه تقدر ايه تستنتج دي هنا بديك هنا جدول بس بيفكرك بالقص يعني اثنين وص صفر بتساوي كم؟ بتساوي احد اثنين وص واحد بتساوي اثنين بتساوي او Earp 2 بنسبتاوي اربعة تنوص تلاتة بنسبتاوي تماني هكذا بتنوص اربعة بنسبتاوي 16 للوقت لا يصل الى اثنين قص ا specified 15 طيب بقولك في طريقة اخرى للتحويل من من الراقب اللي هو هنا خلصنا الطريقة دي اللي هي من الـ binary لـ decimal خلاص دلوقتي نحول من العكس من الـ decimal لـ binary العكس يعني معطلية الرقم العشري وانا محتاج ان انا احوله الى رقم ايه الى رقم آآ ثنائي فازاي اقدر احول من الرقم العشري الى العكس يعني عكس الموضوع بتاعنا تعالى نشوف ازاي نعملو مع بعض ايه عشان نحول من الـ decimal الـ binary او العشري الى النظام الثنائي بنعمل الكلام ده عن طريق آآ القسمة عملية القسمة ان انا اعمل ايه بشكل متكرر متكرر repeatedly divide the decimal integer by two اخذ الرقم اللي انا عاوز احوله اللي هو العلد الصحيح اللي احنا عاوزين نحوله ونحوله ايه الى عن طريق ان انا اقسمه على اتنين بشكل متكرر ازاي تعال بص كده واللي اكون عاوزين نحول الرقم اللي هو سبعة وثلاثين الى القيمة العشري القيمة الثنائية نعمل اول حاجة نقسم على اتنين القسمة بيكون في حاجة اسمها اللي هو الـ ناتج القسمة وفيه الـ remainder هو الباقي او المتباقي في الاول سبعة وثلاثين تقسيم اتنين كم بيستوي كم؟ 18 باقي القسمة بيكون واحد طيب بعد كده اخد رقم اللي هو ناتج القسمة دي هو تاني اخده مرة اخرى اكرر الموضوع واقسم على اتنين 18 تقسيم اتنين فيها التسعة والباقي كم؟ مفيش باقي صفر وده من الباقي اما واحد يا صفر لو رقم اللي بقسمه فردي بيكون الباقي واحد لو زوجي زي زي 18 بيبقى الباقي زيارو اخرى التسعة اقسمه على اتنين تدين الاربع والباقي واحد اخد اللي اربع بعد كده اقسمه علي الى اتنين والباقي زيرو. ااخد الاتنين اقسم على الاطنين �ı 뭔 والباقي زيرو. ااخد الواحد الاخير هذا اقسمه على اتنين. طبعا الباقه اقلي من المقام. فهيكون النتيجة زيرو. والباقي يكون نفس ايه هذا الباقفه. البшт يكون هو هو اللي هي الباقه. بعد ما اخلص الكلام دوت اخد الارقام اللي هو الريمندر دوت واكتبه من اسفل الى اعلى اكتبه كده من اسفل وخلي الاسفل هو ناحية اليسار يبقى واحد بعدين صف بعدين صف ثاني بعدين واحد بعدين صف بعدين واحد يبقى هو ده الرقم الثنائي المقابل ل37 وبنسمي البيت الاولنية اللي هي ناحية اليسار دي اللي هي تحت يعني بنسميها او بنسميها اللي هو الخانة الاولنية هي ناحية اليسار او اللي هي تحت خلص والناحية اليمين اللي هي اول واحدة بنسميها لانها اقل واحدة في الوزن والناحية اليسار هي اعلى خانة في الوزن طبعا لو جينا اخدنا نفس الرقم ده وحولنا بشكل عكسي ونشوف هيساوي هل فعلا هيساوي 37 ولا اتعا نبص كده اول خانة الوزن بتاعها واحد اللي اتنين بصف الخانة اتنين اللي هي وزنها اتنين بصف الخانة اللي بعدها وزنها اربعة اللي هي قيمتها واحد الخانة اللي بعدها اللي هي وزنها تمانية بصف اللي وزنها ستاشر بصف الاخيرة اللي وزنها اتنين وتلاتين وبتالي نجمع كده واحد زياد اربعة بخمسة خمسة زياد اتنين وتلاتين تديني كم؟ تديني سبعة وتلاتين فعلا يعني ازا هذا الرقم هو القيمة الثنائية للرقم سبعة وتلاتين. في طريقة اخرى. اه برضو ان احنا نستخدمها نظر اه 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 خلينا ناخد المثال على طول نوضح الخطوات دي في صورة المثال على طول. فتعا نفترض احنا عايزين نحول الرقم اللي هو ستة وسبعين اللي هو في النظام العشري. عاوزين نحوله الى اه رقم اه ثنائي. فنعمل ايه? تعان بص نعمل ايه? الطلاب تعتمد على الآتي. ناخد الرقم اللي احنا عاوزين نحوله اللي هو اه ستة وسبعين. سبعة ستة وسبعين دوت. طبعا العشرة دي معناه النظام العشري. يعني عاوز احولها من العشري الى الى الثنائي. فهناخد كده الرقم اللي هو ستة وسبعين. وندور على اقرب وزن قريب منه. اقل منه. ما ينفعش يزيد. لازم يأقل او يساوي. فلا الاوزان بتمشي ازاي? بتمشي واحد لكل خانة. الخانة الاولى واحد بعد اثنين اربعة صح تمانية. آآ ستاش اثنين وثلاتين. اربعة وستين. اللي بعدها مية تمانية وعشرين. فبالتالي دي اصبحت ما ينفعش انها هتزيد عن ستة وسبعين. وبالتالي اقرب وزن ليه هو مين? اللي هو الاربعة وستين اللي هي اتنين قص تمانين. اتنين قص ستة. لان اقول واحد اتنين اص صفر اتنين اص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى اتنين قص ستة. يبقى ايزا اا اقرب وزن ليه? الستة سبعين هي اتنين قص ستة. فنعمل ايه? معنى كده ادام الوزن ده هو اقرب واحد. طبعا الوزن ستة يبقى انا محتاج على طول اجمع واحدة على الاس ده ستة لقى خلي سبع. يبقى انا محتاج سبع خنات على اقول. طب. وحط واحد فالخانة الاخيرة اللي هي اتبقى تمثل اتنين قص ستة اللي هي اربعة وستين. كان انا خلصت من الستة وسبعين اربعة وستين خلاص. اطرح الاربعة وستين من الستة وسبعين. ساشوف الباقي كام. الاقي المتبقي كام? اتناشر اطرح كده. ستة وسبعين. يديك اتناشر. يبقى انا بخير الاثناشر. اوزحهم على الباق يبقى. طبعا الباق او الخانات هتلاقي هنا اول خانة وزنها واحد اتنين اربعة تمانية اا ستاشر اتنين وثلاثين. وزع الاتناشر عليهم. فين الاتناشر هنا هتلاقي هنا? تمانية زائد اربعة باتناشر خلاص. يبقى هي بواحدة كمان والباق كله يبقى ايه? اصفار. يبقى الرقم عنده او الخانة دي اربعة وستين زائد الثمانية زائد اربعة اللي اتناشر يعني تديني كم ستة وسبعين? يبقى هذا الرقم هو الممثل ليه الرقم اللي هو السبتة وسبعين? نحن نحول رقم اللي يكون مسلا اا تسعة وعشرين. في النظام العشري. نحن نحوله الى النظام الثنائي. بالطريقة اللي انا قلتها من شوية دي. اسأل طريقة. اقرب على اقرب وزن للتسعة وعشرين. الاوزان بتمشي ازاي? بتمشي كده? واحد اتنين اربعة ستة. اربعة تمانية يا اسف. تمانية. اه ستاشر. اللي بعده هيبقى ايه? اتنين وتلاتين? لا يبقى منفعش. يبقى اخر حاجة ستاشر. يبقى عندي كم خانة كده? ابص كده هو. عندي ايزا? خد الاولى التانية التالتة الرابعة الخمس. خمس خانات. واخر خانة خليها بواحد. زي ما قلنا? اللي هي الاكبر وزن اللي هو قريب من تسعة وعشرين. اطرح بعكاة تسعة وعشرين ناقص ستاشر. تسعة وعشرين مينس ستاشر. احصى على كم? هيساوي كم? اه تلاتة تاشر. تلات تاشر او تلات تاشر. او تلات تاشر. اوزع تلات تاشر على الباقي. هتلاقي فين تمانية زائد اربعة باتناشر. زائد واحد تلات تاشر ودي زي بقى بصف. يبايا ازا هزا هو الرقب. اللي هو واحد صفر واحد 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 ده هو هو المقابل. لقى الرقب تسعة وعشرين في النظام العشري. نظام البيضي او الثنائي. طب تعال ان ناخد مسلا نفتكر العكس اللي عامناه مشوية. اللي عاوزنا نحول من الثنائي. دي معناها ان الرقب ده في النظام الثنائي. من دي معناها الثنائي. عاوز اخذ الرقم ده هو السيليوشن بتاعي. واحد صفر واحد. ابدأ هنا. ده وزن واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر. اللي بواحد اخذ الواحد بس. الاصفار خلاص بضيعة. اللي هي الواحد اللي هو اتنين واربعة وستاشر. اجمع اتنين زائد اربعة زائد ستاشر. يديني كامل اتنين وعشرين في النظام العشر. ممكن السؤال برضو يجي لك مولكش كونفيرت يقول لك ايه? web are the weights. ما هي الاوزان? of the digits with value واحد. ما هي اوزان الارقام او الديجيس او الخنات اللي هي قم بها واحد. طبعا الخنات اللي قم بها واحد اللي هي الخانة ديت والخانة دي والخانة دي. فاوزانهم كاملية اتنين واربعة وستاشر. يبقى تقول لي كده يبقى ازن الاوزان هي عبارة عن اتنين واربعة وسستاشر. وكي يجي لك السؤال برضو يقول لك what is the ما هو اكبر رقم ثنائي. عندي رقم احتوي على خمس خنات. ما هو اكبر رقم ممكن اصل اليه? طبعا اكبر رقم ما يكون كل الخنات بكم? بواحد. واحد 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 واحد. طبعا لو جينا حولناها طبعا اه لعشر لو طلب منك حولوا لقيمة عشرية اعملها ازاي? احط الاوزان هنا واحد اتنين اربعة تمانية اه ستاشر. ادمحهم على واحد. واحد زائل اتنين تلاتة تلاتة زائد اربعة سبعة. سبعة زائد تمانية خمس تاشر. خمس توجد ستاشر يديني ده مقابل واحد وتلاتين في النظام العشري. فده لو عندي خمسة اكبر رقم ممكن اوصله اللي هو واحد وتلاتين. مثلا هنا بقول لك تحول الرقم خمسة وتلاتين الى اه ثنائي. انا اعملها بالطريقة اللي اخلناها من شوية. الخمسة وتلاتين ما هو اقرب وزن لها. الاوزان تاني اللي هنحتاجها تاجر واحد الخانة الاولى اتنين اربعة تمانية لسه مقربتش ستاشر اتنين وتلاتين خلاص وصلت ايه اقرب حاجة لان بعد كده يبقى اربعة وستين يبقى ازا اقرب حاجة اللي هي اتنين وتلاتين يبقى عندي كم خانة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خانات. ودي اوزانها. والخانة الاخيرة الخلاب واحد. وبعدين نشيل الاتنين وتلاتين اللي هي بتدخانة الاخيرة من الخمسة وتلاتين يديني كم? تلاتة. اوزحهم على الباقي فين التلاتة لواحد زائد اتنين واحد زائد اتنين. والباقي كله يبقى اصفر. يبقى الرقم بتاعي واحد صفر 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 واحد واحد. ا spark ooh fan 1s وведاه عن قيمة الثونأية الخاصة. او استخدم الطريقة اللي هي بتاعت اا القسمة اللي احنا عملناه بكده اقسم سبعة تعشر على اتنينBU تديني كام? اقسم خمسة وتلاتين عند تديني السبعة طاشر والباقي واحد. اقسم السبعة اتنين تديني تمانية volta واحد. استخدم اكل عالاية تديني اربعة والباقي واحد. اقسم عالاية تديني اتنينồng والباقي واحد. اقسم اربعة tuv practicing 3 BRIAN 3. اقسم 2 على الاتين تديني واحد والباقي صفر. اقسم 1 على الاتين تديني صفر والباقي واحد. الاحمر هو الباقي. والارقام السوداء هي ناتج القسمة. اكتبه من أسفل لأعلى. اقسم 1 على الاتين. 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 ممكن انقوص 1 على الاتين. يبقى كام الاتين منع 4. يقولك فقط اقسم 1 على الاتين. تنفذ الخطوات وتحدد قيمة مثلا اللي هو ناتج قسمة موجود في المعادلة. مثلا وضينا السؤال دوت كده. وقلت له كده طلع لي رابع عندي. هتقول لي كم? ادي واحد اتنين تلاتة ادي الرابع. الوقت الارقام بالعرض بس. طبعا نحن ممكن نعملها بنفس الطريقة. زي ما قلنا هي انخلاب الطول يعني بس. اي طريقة اسألك يعني 35 على السبعة عشر. اللي هي اول واحد. على الاتنين اسف. تديني كم? تديني السبعة عشر. والباقي كم? والباقي واحد. اقسمها على الاتنين. تديني كم? تمانية. والباقي واحد. اقسمها على الاتنين. تديني كم? اربعة. والباقي صفر. اقسمها على الاتنين. تديني كم? اتنين والباقي صفر. اقسمها على الاتنين. تديني كم? واحد والباقي صفر. اقسمها على الاتنين تديني صفر والباقي واحد. اخذ الارقام من اسفل الاعلى. تبقى واحد صفر 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 واحد واحد. يبقى هو ده الرقم الثنائي بتاعي. خلاص? بعد كده نتقل الى نظام اخر اسمه النظام اللي هو او النظام السوداسي عشر. واضح من اسمه انه مكون من ستاشر ديجيت. صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. بس من اول عشرة لغاية خمستاشر. في النظام السوداسي عشر. هنتعامل معهم كأنهم في صورة حروف وليس يعني ارقام. نخليها ايه? نسميها اي بي سي دي اي اف. يبقى دول هما الديجيت الخاصة بالنظام السوداسي عشر. من صفر لغاية خمستاشر. مع الاخذ في الاعتبار ان بداية من رقم عشرة لغاية خمستاش. بيرمز له برموز اي بي سي دي اي اف. ده النظام الايه? السوداسي عشر. طيب. تعال بقى اعلقته بالنظام الثنائي. يعتبر هو صورة طبق الاصل من النظام الثنائي. حتى التحويل ما بينه سهل جدا. او يعتبر صورة مضغوطة من النظام الثنائي. يعني مضغوطة. تعال بص كده. تعال افترض ان احنا عندنا هذا الرقم هو في النظام الثنائي. وقلت لك حوله لنظام او السوداسي عشر. طريقة التحويل سهلة جدا. ليه? لان لو جينا شوفنا ايه علاقة ان الستاشر عبارة عن ايه? عبارة عن اتنين قص اربعة. يبقى هاخد كل اربعة بت ابدأ للرقب الثنائي من ناحية اليمين كده. وامشي كل اربعة بت اجمحهم مع بعض. خلاص? وقيم القيمة العشرية الخاصة بكل اربعة من دول. مساء الرقم ده عبارة عن ايه? الاولاني ده واحد اتنين اربعة تمانية. الوحيد اللي بواحد ده? اللي هو اربعة يعني. يبقى اربعة. اللي بعده اللي هو ده واحد صفر صفر واحد. واحد اتنين اربعة تمانية. القيمة العشرية بتاعته كام? واحد زائد تمانية. اللي هي تسعة. طب دوت اللي هو اللي بعديه? واحد اتنين اربعة تمانية. يبقى واحد زائد اثنين تلاتة تلاتة واربعة سبعة يبقى خده سبعة اللي بعده اللي هو ده. صفر واحد صفر اللي هو يبقى واحد اثنين تلاتة اربعة. واحد اثنين زائد اه واحد اثنين اربعة اسف في تمانية. تمانية زائد واحد بكم? تمانية زائد اثنين بكم? بعشرة عشرة يعني ايه? اللي هي حرف الايه. يعني هنا العشرة بايه? اللي بعدها بعد كده اللي هي اه صفر واحد واحد دي ادي واحد اتنين اربعة تمانية يبقى اتنين زائد اربعة بس اللي هو الواحدين اتنين ستة اخر واحد اللي هو واحد صفر صفر واحد دي طبعا اه واحد صفر 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 اللي هو واحد اتنين برضو اربعة تمانية اللي هو كام الواحد بس الحاله يبقى بشاو واحد يبقى اذا هذا الرقم الثنائي المقابل له في النظام السوداسي عشر هو عبارة عن القيمة كام واحد ستة اي سبعة تسعة اربعة ده القيمة المقابلة لهذا الرقم في النظام السوداسي عشر. فتلاحظ ايه? تلاحظ ان الشكل بتاع السوداسي عشر عدد الديجيتس اقل من عدد الديجيتس في النظام الثنائي. شكرا بنقول هذا السيستم هو صورة مضغوطة من النظام السوداسي عشر. مثلا السريع كده تاني. عادينا نحاول الرقم دوت. اللي هو الثنائي الى الهكس ديسيمل. نعمل تاني نبدأ من اليمين ونقسم الرقم لاربعات. بص اول اربعة ناخدهم مع بعض. اجل بعد اخد اخد تاني اربعة. هلاقي مسلا هنا تلاتة بس اعمل ايه? اعتبر ان اخر واحد صفر. ازا لو العدد المتبقي في الرقم الثنائي لا يكفي اربعة خنات ازود الخنات المتبقية بالصفر. واحسب بعد كده القيمة الثنائية او القيمة العشرية لهذا الرقم. فمسلا ده عبارة عن كم? واحد اتنين. اربعة امانية. طبعا الصفر لا يحسب لا يحسب يبقى تمانية زائد اتنين زائد واحد يعني احداشر. اللي هو الرمز البي. ودول عبارة عن ايه? واحد 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 اللي هي عبارة عن واحد اتنين اربعة اللي هو ما كام واخر واحد طبعا اا بصفر اللي هو سبعة يعني يبقى سبعة يبقى الرقم دوت المقابل لي في نظام dese دي اطريق تحويل من الى. طب العكس. لو عندي هو المعطلية. رقم زى دوا. lohى ف ذيرو تمانية ايه بي اتنين. كل رقم Tahdly عمله ايه? كل رقم فى هحاوله ل اربع خانات اه القيمة الصينية ايه القيمة الصينية بتاعته فاربع خانات فالف عبره عن الger الف اللي هي عبره عن خبسطاش. كاربع خانات لو عندي اربع خانات قولنا لازم اربع خانات. لازم لها? لان احنا قلنا ستاسة عشر وبارها عن اتنين قصة اربعة. فانا محتاج اربع خنات. لكل ديجيت في القيمة الهكس ديسميل. فالف مثلا على سبيل المثال الى خمستاشر. اجيبها ازاي هنا. عندي هنا الاوزان واحد اتنين اربعة تمانية. اجيب زال خمستاشر. الى تمانية زاد اربعة. زاد اتنين زاد واحد. كلهم واحد. فدي ايه اول ايه اول اه ديجيت. اللي بعده اللي هو زيرو. طب اللي هو التمانية. اجيبها ازاي? نحسيبها ايه التمانية عبارة عن? زي ما قلنا واحد اتنين اربعة تمانية. اللي هو ده بس الواحده. باقي كله صفار. وهكي اجيبها الايه? اللي هي عشرة. تمانية واتنين. والواحد والاربعة بصفار. البي اللي هي احداشر. تمانية واتنين واحد. تمانية واتنين عشرة. عشرة واحد حداش. وده بصفر. الخمسة صفر واحد صفر. اللي هي اجاب الواحد والاربعة. والاتنين والتمانية بصفار. يبقى هو ده الرقم اللي هي الثنائي. طبعا ايه اللي انا حولته من الرقم الهكس ديسمال. طبعا ممكن اجمعهم مع بعض. واكتبهم في صورة متصلة كده. بالشكل دوت. فدي طريق التحويل من الهكس ديسمال الى الايه? الى النظام البايناري. برضو يمكن التحويل من النظام البايناري لنظام اسمه الاكتل او الثماني. طيب لو انا حتى ما قلت لكش ايه هو النظام الثماني? انت مفروض استنتج هو ايه نظام الثماني? هو نظام بيعتمد على تمن ارقام بس. اللي هم مين ما هيكونوا بقى? هيكونوا. الارقام صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اخرنا سبعة. يبقى النظام الاكتل يتعامل مع الديجيتس من صفر الى سبعة. لانه تمانية اكتل سماني. طيب. اعلاقة التمانية بالنظام الثنائي. التمانية بتساوي كام? التمانية بتساوي اتنين قصة كام? تلاتة. في الحالة دي عشان احول من النظام الى الاكتل فهقسم الرقم الثنائي الى مجموعات كل مجموعة مكونة من تلاتة ديجيت. جيت التلاتة منين? لان ده نظام اسمه اكتل والاكتل معناها اتنين قصة كام تلاتة. وبالتالي ازا انا هقسم الرقم الى اه تلاتة تلاتة مجموعات وكل مجموعة فيها تلاتة ديجيتس. وبعد كده احسب القيمة العشرية بتاعت الرقم اللي هو مكون من اه تلاتة ديجيتس. ويبقى كده تدير تحوله الى النظام الاكتل. تعني اخب مثال عليها كده. مسلا هذا الرقم في النظام الثنائي. وايه المطلوب ان انا في النظام الثماني. اعمل ايه? ابدأ اقسم الرقم الى اه مجموعات وكل مجموعة مكورة من تلاتة ديجيتس. وابدأ من اليمين. فدي اول تلاتة. اللي بعده. واخر اتنين زي ما قلنا ازود عليهم كم صفر لانهم رقمين بس. يبقى عندي ايه? صفر واحد صفر. واحد صفر واحد. واحد واحد والاصفر الاكيل زودتهم. احولها بكده, طبعا هنا واحد اتنين اربعة كوزن. يبدوا قملتها اتنين. هنا واحد اتنين اربعة. يبدو قملتها كام واحد اربعة خمسة. واحد اتنين اربعة. يبدوا قملته كام واحد واثنتين ثلاثة يبدو رقمين الى النزام الثماني. بكادينا نحول من البايناري الى الاكتنeucostע. ايه الى الاغتنivesseتش او نظام الثماني. لك ارش تحول من البايناري الهكس ديسمال بقسم الرقم الى اربعات. ليه اربعات? لان الهكس ديسمال او السدازة عشر? اتنه واسه اربعة. لكن مع الاكتل اتنه واسه ثلاثة اللي هو الثماني وبالتالي بقسم العقب الثنائي الى مجموعات وكل مجموعة فيها ثلاثة فقط. طب لو العكس بقى اعاوز من الاكتل احول الى الباينري. كيف احول الكلام دوت? اه العكس بنفس الطريقة. مثل الرقم زي ده كده. هو موجود في النظام الثناني. وعاوز احوله الى الثنائي. اعمل ايه? اخد كل رقم وحوله الى ثلاثة. فالتنين مثلا. اول رقم اجيبه ثلاثة بيت ازاي? الثلاث خانات اللي عندي. الوزن بتاعهم واحد واثنين واربعة. فاول رقم اتنين. يبقى ايه? اللي هو اللي في النص ده. والباقي صفار. يبقى ايزا ده الاتنين. طب الخمسة اربعة زائد واحد. اللي في نص صف. يبقى او. طب الثلاثة اللي هو اول اتنين بواحد. والباقي صف. لان ايه? لان ده واحد اتنين. ثلاثة. مجموحهم ثلاثة. يبقى فعلا صفر واحد واحد. يبقى فعلا صفر واحد واحد. خلاص? طب لو خدت نفس الرقم ده. اللي هو ده. وحولوا ولكن الى السوداسة عشر. اعمل ايه? بدل ثلاثة خانات اخليهم اربع خانات. بالوزن واحد واثنين اربعة تمانية. اول رقم اللي هو اتنين. يبقى كام? هيبقى اهو. صفر واحد صفر واحد. ده اللي هو الاتنين. رقم اللي بعده. اللي هو الخمسة. هيبقى عبارة عن كام? اا واحد هنا. واحد هنا. وصفر صفر. اللي هي احسن واحد زيد اربعة. ورقم تلاتة. هيبقى عبارة عن ايه? واحد واحد صفر صفر. اخدوه احطوه جمبعض. بالترتيب بقى. يبقى كده. التلاتة الاول اللي هي صفر. صفر واحد واحد. جنبية الخمسة اللي هي صفر واحد صفر واحد. جنبية الاثنين اللي هي صفر صفر واحد صفر. البودة اللي هي القليمة الثلائية. لو حولنا الرقم دوت من نظام السوداسي العشر الى مين? الى الثلائية. طب تعالنا اخد برضو مثال تاني. بس المطلوب هنا انك تحول من الاقتل او النظام الثماني الى نظام السوداسي العشر. فتاخد مثال كده. ده نظام ثماني او. انا عاوز احولها الى ايه? الى السوداسي العشر. فاعمل ايه? اول حاجة احولها باينا ريعادي خالص. زي كده. باينا ريعادي. الاتنين زي معنا مشوية. الاتنين. صفر واحد صفر. الخمسة واحد صفر واحد. التلاتة صفر واحد واحد. ده الايه? القيمة الثلائية. بعد كده احولها الى ما ايه? اهزي القيمة خدها يا نفسها كده مرة تانية. احولها الى السوداسي عشر. ها السمه اربعات. كل اربعة مع بعط. فالاولانيše اللي هو صفر واحد صفر واحد صفر واحد اللي هو هكام? دعنى نحسبها الواحد اتنين اربعة تمانين. يعني تمانية زياد اتنين. ليه عشرة. اللي هوا اول ايه اربعة. الاربعة اللي بعدين هما دول صفر واحد واحد واحد. دعنى نحسبه اتنين اربعة تمانية اتنين اربعة ستة اربعة عشر اربعة عشر اللي هي حرف الاي يبقى هذا الرقم للثماني يحول الى اي 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 في النظام السوداسي عشر يبقى طريق التحويل من الثماني الى السوداسي العشر بتتم على الخطوطين الخطوة الاولى بحول الثماني الى ثنائي عن طريق ان كل ديجيت في الثماني احوله الى ثلاثة ديجيت في الثنائي بعد كده اخذ القيمة الثنائية اللي طلعت احولها الى القيمة السوداسي عشر عن طريق ده انا اقسم النظام الثنائي دوت الى اربعة وكل اربعة احسب المقابل ليهم وبكده احصل على القيمة الايه قيمة في النظام السوداسي عشر. تعالى اخشوية امثلة على الكلام دوت. فالمثال الاول بقول لك حول من الثنائي الى الثماني. نعمل ايه? الثنائي للثماني. الثماني علاقته اثنين او الثلاثة. مع الاثنين. وبالتالي هجمع الارقام دي في سورة مجموعات كل المجموعة فيها تلاتة بيت. ادي اول مجموعة من اليمين. تلاتة هوم. وعن اخر مجموعة قلنا مفيش اه تلات اه ارقام يبقى حط زود عليها جام صفر. يبقى عند الارقام عبارة عن ايه? عبارة عن اه صفر واحد واحد. وصفر واحد. وقلنا هنزود الصفر هنا في الاخر كده. يبقى عندي رقمين. الرقم ده قيمته كام? واحد اثنين اربعة. اثنين واربعة ستة. يبقى ده قيمته ستة. الرقم ده عبارة عن كام? واحد اثنين اربعة. اللي هو اثنين يعني يبقى قيمته اثنين. يبقى هذا الرقم السنائي المقابل له اه ستة وعشرين في النظام في النظام الثماني. برضو هنا بيقول كونفيرت زي نمبر اللي هو ده اللي هو واحد صفر واحد واحد صفر في النظام الثنائي الى الهكسا ديسيميل. اعمل ايه? اخذ الرقم دوت اهو. اه خلي ده ده مختلف معنىش ده مختلف خلينا ناخد الاول اللي هو واحد صفر واحد واحد صفر معنىش واحد اه صفر واحد واحد صفر اقسمه الى اربعة مش بقى ثلاثات ليه? لانه هكسا ديسيميل. والهكس ديسيميل ستتاشر يعني اثنين واسسة اربعة. في اخذ من اليمين اقسم اده اربعة بيت. وبقى اربعة الاخرانين بس معنىش الواحد واحد له فازود عليه ايه? ثلاث اصفر. الرقم الاول اللي هو طبعا واحد اثنين اربعة تمانية اثنين اربعة ستة يبقى ستة. والواحد صفر 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 هو واحد يبقى واحد يبقى هذا الرقم في النظام ايه? السوداسي عشر. يبقى هذا الرقم الثنائي دوت. لو حاولته ثماني هيديني كام الرقم ستة وعشرين. لو حاولته سوداسي عشر يديني كام الرقم ستة اشر. نفس الكلام المثال دوت احاوله سوداسي عشر ازاي? انا اقسمه اخذ الاربعة دول مع بعض. والاربعة دول بس ما فيش اربعة يبقى ازود واحد هنا. صفر يعني ازف. يبقى اربعة. ده اقسمته اه واحد اتنين اربعة تمانية اللي هو اه اربعتاشر هو ايه? والاخير ده صفر صفر واحد واحد اه واحد اتنين اربعة صفر اه اه تمانية. فطبعا الاربعة هو اللي بواحد بس هو بالتالي يبقى اربعة. فده في النظام اللي هي السوداسي عشر. مسلا لو تتحول من النظام الثماني الى البيناري العكس. من الثماني الى البيناري. اعمل ايه? اخذ كل رقم من دول احاوله الصورة التلاتة ديجيتز في النظام الثنائي. فالتلاتة الاول هتبقى عبر عن ايه? واحد اه اه صفر واحد واحد. دي التلاتة. السبعة واحد واحد واحد. الاتنين صفر واحد صفر. زي بخير نطلق من شوية. ده ايه? ده ايه? الرقم في النظام الثنائي. طب لح احاول نحاول الرقم دوت لهكس الاسمه. اقسمه زي بقولنا شوية اربعات. اقسمه ايه? اربعات. انا اقسمه اربعات. اخذ اول اربعة مع بعض. وده مع بعض. صفر صفر صفر. دول عبارة عن ايه? اول اربعة دول عبارة عن اتنين واربعة. يعني تمانية. بساوي اه واحد اتنين اربعة يعني ستة. بساوي ستة. واخر واحد بساوي كام واحد. اللي احنا عاملها من شوية. طب اللي عاوز احاول الرقم دوت. في النظام الثنائي. اعمل ايه? زي بقولنا اخد كل رقم من دول. ادام ستة عشر. احاوله الى مجموعة من اربعة. اللي اتنين اللي هي عبارة عن اتاكام اللي هي ديت. صفر واحد صفر صفر. ده هو اللي بواحد بس ده لوزنه اتنين. وده هنا واحد هو ربعة تمانين. يبقى صفر واحد صفر صفر. اللي بعده واحد واحد صفر. اللي هو السبعة. واحد اتنين اربعة. الاخير اللي هو تلاتة واحد اتنين بس كده والصفر صفر. يبقى واحد واحد صفر صفر وكده انا نحول من السوداسي عشر الى السوداسي دلوقتي ننتقل الى طريقة التحويل من الهكس ديسمال الى الديسمال يعني التخيل بقى عندنا الرقم دلوقتي موجود في النظام السوداسي عشر وعاوزونا نحاوله للنظام العشري الطريقة زي ما اخدنا قبل كده من شوية لما حولنا النظام الثنائي للنظام العشري كنا بنضرب في الوزن نفسه نفس الكلام برضو هنا هنضرب الارقام في الوزن بس ان الوزن اختلف الويت هنا هيبقى غير النظام الى هناك كنا بنحاول من الثنائي الى الديسمال فكان الوزن عبارة عن اثنين قصة صفر اثنين قصة واحد اثنين قصة اثنين الى اخير كل خانة عليها وزن بالشكل دول دلوقتي هنحاول من الهكس ديسمال الى الديسمال فيبقى الوزن هنا مش اثنين قصة بقى يبقى ستتاشر قصة ليه؟ لانا بنحاول احنا من النظام السوداسي عشر وبالتالي ناخد كل خانة من الخانات اللي عندي ونضربها في الوزن بتاعها وفي الوزن يبدأ من اول ستتاشر قصة صفر شنو في قيمة الخانة اللي ايه نمر صفر، دي معناها زائد الوزن اللي بعده اللي هو ستتاشر قصة واحد فى قيمة الديجيت نمر واحد الستتاشر قصة اثنين فى قيمة الديجيت نمر اثنين فى قيمة الديجيت نمر وابعد ستتاشر قصة ثلاثة واكما طبعا عشان بقى شفه صعوبة فى الحسابאة لانا بنظ Chrisive عشان تبقى العملية سهلة. حد اقصى طبعا ممكن ثلاثة او اثنين او او اربعة زي ما احنا شايفين. فمسلا او جينا خلنا رقم اللي هو نحول رقم اللي هو واحد اثنين تلاثة ربعة ده. بس هذا الرقم فانه نظام النظام السداسع عشر. او مكتوب هنا او. عشان يوضح لي لان هذا الرقم ممكن يبقى في النظام العشري. صح? او الثماني. ينفع العشري او الثماني. لكن احنا انا موضح لك ان هو في النظام السداسع عشر. او هنحاوله ازاي لنظام الرقم اللي عدد ديسمل. هناخد اول واحد من ناحية اليمين. اللي هو اربعة. ده الخلانة الاولى نضرها في ايه? ستتاشر قص صفر. اول وزنه ستتاشر قص صفر. الرقم اللي بعده. اللي هو تلاتة. ضرب ستتاشر قص واحد. اللي بعده اتنين. ضرب ستتاشر قص اتنين. اخر واحد. ضرب ستتاشر قص تلاتة. ونجمحهم الكلام دوت. بنحصل على الرقم في النظام العشري. مثلا اللي بعده هنا. نفس الكلام. ده رقم في النظام السداسع عشر. وعاوز احاوله لقيمة ديسمل. اللي اعمل ايه? اخدوه اربعة الاول. في ستتاشر قص صفر. اللي بعده الايه? طبعا اللي اعرفينا اللي ايه كام? اللي ايه مقابل ايه عشرة. ضرب ستتاشر قص واحد. البي اللي ايه احضاش. ضرب ستتاشر قص اتنين. التلاتة. ضرب ستتاشر قص كام? تلاتة. نجمحهم كل الكلام دوت. جمع الكلام ده. نحصل على الايه? على القيمة. برضو نفس الكلام ممكن انا بدل ما اقول لك احسب لي. اقول لك ما هو مقدار مسلا الوزن او الويت بتاع الويت نمبر اه تلاتة مسلا. اتقول لي ايه في الحالة دي? واحد اتنين تلاتة. يبقى لو اقول لي في الحالة دي انه كنته كام? الويت هنا عبارة عن ستاشر قص اتنين. او اقول لك ما هو الويت بتاع الويت بتاع النامرة اه اربعة تقول لي ساعتها ستاشر قص تلاتة. او الويت بتاع الويت بتاع الوه نمرة اه واحد. لو هو ستاشر قص صف واحد ايه. طب. يبقى حولنا من الهكس ديسيمل الى الديسيمل. طب لو كان عندي رقم ديسيمل عشري. وعاوز احوله الهكس ديسيمل. يعني هنا في الحالة احنا نتكلم على العلاقة من الهكس ديسيمل والديسيمل بدون تدخل البيناري او النظام الثنائي في الموضوع. فبرضو نفس الفكرة احنا خدنا قبل كده عشان نحول من الديسيمل الى البيناري. نكتوب اقسم على اتنين. دلوقتي احنا عاوزين نحول من الديسيمل الى الهكس ديسيمل. يعني الاسوية عشر. فنقسم على كم? على ستاشر. بدأ من نقسم على اتني. تعال ناخد المثال. تعال نفترض ان نحول الرقم اللي هو ربعمائة اتنين وعشرين هذا. عاوزين نحوله وهذا الرقم في النظام الس وداس العشر. وعاوز نحوله الى الرقم ايه? رقم اسف الاسف العشري. وعاوز نحوله في الرقم احوله الى النظام ايه? الهكس ديسيمل. اعمل ايه? اخد رقم دوت. اقسم على ستاشر الاول. طبعا رعمائة اتنين وعشرين على ستاشر هتلاقي. نحسمها بالكالكوليتور تلاقيها في الاخر كام? آآ ستة وعشرين. والباقي ستة. اخد الستة وعشرين نمرة ثانية. اقسم على ستاشر. تديني واحد. والباقي كام عشرة. عشرة هي يعني ايه? اخد الواحد اقسمه على. لان ستاشر على ستة وعشرين فيها الواحد بس. وباقي عشرة. اخد الواحد اقسمه على ستاشر. يديني آآ صفر. والباقي كام? الواحد نفسه اللي هو لان المبسط اقل من المقام. وده موصلت انا صفر. اوقف خلاص. خلصت كل الايه? الارقام نفسها. بعد كده اخد رقم من اسفل الى اعلى زي ما تعودنا. يبقى ازا الرقم في السوداس العشر عبارة عن ايه? واحد ايه? ستة. ده الرقم ايه? في نظام السوداس العشر. يعني نفس الطريقة. ايه? وطبعا ده يبقى. بس القيمة هتكون ايه? زي ما قلنا هتبقى واحد ايه ستة زي ما انا اا قلت من شوية. والزيرو ده هو معناه ان انا خلاص واقف ايه ما تكملش خلاص. دي طريقة التحويل من ال ال ايه? ال الهكس ديسمال. تعني اخد بعض الامثلة بسرعة كده على مجمعها على كل اللي فات مسلا لو قال لك مسلا اا كونفيرت زي نمبر دوت لو في نظام ايه? الثماني الى ال ديسمال. اعمل ايه? تقولي ما خدتهاش الوقت ما شرحتها ليش? لا بس شرحنا اللي زيها اللي هو من من الايه ديت? من ال الهكس ال ال ا اجتماع، اولا ايه? دلوقتي هو عاوز يحاول بدل ال يخليها الاقتل نفس القاعدة دي ولكن في الحالة دي يبقى الوزن بدل ست catastrophر اس زي le 16 است واحد و 16 و 62 ايه لها خيره يبقى تمانية اوز صفر تمانية اوز واحد تمانية والس اتنين تمانية والس تلاتاشر انقاذ نتنفذ نفس القاعدة يبقى اذا هنا الدلوقت ايه هنحول من الثماني الى ديسمال. فنعمل ايه? ناخد الرقم الاول. خمسة. نضربه فيه تمانية قصص صفر. ليه تمانية? اللي انا عاوز احول ايه? من النظام اثماني. الى العشر. زائد. خلنا اللي بعدها لتلاتة. ضرب تمانية قصص واحد. بعد ان السبعة ضرب تمانية قصص اتنين. اجمع كلامنا كله. طبعا تمانية قصص صفر معناها بسئة واحد. احنا قلنا اي حاجة قصص صفر بواحد. اه تمانية قصص واحد بتمانية. تمانية قصص اتنين باربعة وستين. اجمعهم مع بعض. احصل على الرقم في نظام الايه? العشرة. ممكن السؤال يجي لك برضو بدل ما اقول لك حول يقول لك. اعاوز اعرف الايه? التالت حد من اليمين. اه تالت اه تالت اه وزن. وزن اه وزن اه اسف. اه تالت حد. سير ترمي دي معناها الحد الثالت قيمة الحد الثالث من ناحية اليمين في بتاعت الكمفرشن. في معادلة التحويل. طبعا اتلاح الحد الثالت هو دوت. ادي واحد اتنين تنين. اللي هو كام? ربماية تمانية اواربعين. فممكن بدلا ما اطلب منك انك تحول كامل. اطلب منك بس لايه? عشان ما ما تحسبش. اقول لك بس احسب لي ايه? اه ما هي الباليو? واحدد لك بقى الرقم الحد. الحد الاول الفيرست ولا السكن او الثيرد او الفورس اي ان كان اه رقم الايه? الترم اللي انت اه مفروض ايه اه تجاوب عليه. مسلا سؤال تاني هنا برضو. بيقول لك حول هذا الرقم من السلسة عشر الى الايه? الى الديسيميل. طبعا ادام السلسة عشر يبقى ازا ساعتها الوزن هيبقى بستة قوش. اول واحد اللي هو ايه? اللي هو عشرة ضرب ستاتاشر قص سفر. اللي بعده. اف اللي هي خمستاشرة. اية مش درب ستاشر قص كم قص وحد. ايه مرة تانية اللي هي عشرة ضرب ستاشر قص اتنين. اخر اف هنا خمستاشر ضرب ستاشر قص تلاتة نجمع الكلام دي بس قبل ما نجمع. نحسب كل حد من هذه الحدود. طبعا اجيب القص الاول ستاشر قص صفر بواحد ستاشر قص واحد بستاش ستاشر قص اتنين مئتين ستة وخمسين احسبها ستاشر قص تلاتة أربعة تلاف ستة وتسعين اجمع الكلام دوت وابدأ ايه اجيب التوتل ويجي لك السؤال يقول لك واطل لحد التاني اللي هو في الحالة دي من واحد اتنين اللي هو دوت مئتين واربعين وحكاس ممكن يجاك سؤال برضو زي اللي قدامنا ده في الاول كده في اول وهلة ممكن تقول ان في مشكلة او في خطأ لكن هو مش خطأ ولكن عاوزين نحول هذا الرقم اللي هو في النظام الخماسي لنظام العشري تقول لي بس احنا ما خدناش النظام الخماسي قبل ساخدنا القاعدة كل الاختلاف قدما نحول لديسمل فحنا هنضرب في الوزن بس ايه الاختلاف دلوقتي قدام النظام الخماسي يبقى هنضرب في يبقى الوزن خمسة قس رقم الخائنة فالخانة الاولى دي طبعا هيبقى كمئة صفر ضرب خمسة قس صفر طبعا دي هتضيع دي بقى بصفر وشكدا لم يتم اضافتها هنا اللي بعدها الواحد هضربه في الوزن لو كان في الحالي بدل انها كان خمسة ليه خمسة لنظام خماسي خمسة قس واحد زائد الخانة اللي بعدها تلاتة ضرب كام خمسة قس ادنين الاخير اربعة ضرب خمسة قس تلاتة جمع الكلام ده كله نحصل على القيمة برضو لو مسلا جالك قالك حول لي هذا الرقم اللي هو في النظام السناء عشر هتعمل ايه نفس الكلام بس ايه الرقم الاول تمانية اخده اضربه في اتناشر قس ايه صفر اخد التسعة اضربه في اتناشر قس ايه قس واحد وكذا ابدأ ايه اللي بعده واحد اضربه في اتناشر قس كام قس اتنين وكده يبقى احنا يقدرنا ان احنا نحصل على ايه على التوتل خلاص يبقى اذا ناخد كل ونضربه في الوزن بتاعه التمانية في اتناشر قس صفر التسعة في اتناشر قس واحد الواحد الاخير في اتناشر قس اتنين ليه اتناشر لان هنا الرقم ايه الثلاني يعني الهدف من التمرين ده ان ممكن جاءك رقم او نظام ما خدناهش بس نفس القواعد تطبق عليه لما نحاول بزياد نحاول لمن ليه الارقام الديسمر وكده بانتهينا من تقريبا الانظمة العادية المختلفة وكيفية التحويل ما بين الانظمة وبعضها يجري نتكلم بقى دلوقتي على شيء اخر وبتكلم على حاجة اسمها لما يخزن الاعداد الصحيحة فما هو حجم او الحجم اللي احنا محتاجينه عشان نخزن هذه الارقام الصحيحة فباعتمد على يعني حسب عدد البيتس لان الاعداد الصحيحة يمكن تمثله بعدد مختلف من البيتس يعني مثلا ممكن امثل الرقم بتمانية بيتس يعني ممكن الرقم الثنائي يكون مكاوم من تمانية بيتس وفي هذه الحالة يطلق علي كلمة بيتس وقد يكون الرقم نفسه او الانتجر او العادل الصحيح دوتس مكاوم من ستتاشر بيتس وساعتها هنسميه ايه؟ هنسميه وورد تمام؟ وممكن ان يكون مكاوم من 32 بيت وساعتها هنسميه double word او يكون مكاوم من وممكن الكواد وورد بتبقى 64 بيت فدي كلها يعني مسميات تعتمد علي النمبر اوف بيتس كل ما النمبر اوف بيتس تزيد كل ما الحجم يبقى كبير طبعا ممكن نفس الرقم نفس الرقم يمثل كتمانية بيت او كستاشر او 32 او 64 يعني مثلا واحد مثلا رقم واحد وبرعا ايه؟ هو واحد والبقى كله اصفر ده تمانية بيتس طب لو كنت بس 6 و 16 بيت يبقى ايه؟ هو نفسه برضو كده بس هتزود لغاية 16 بيت هو نفسه ممكن يبقى كده برضو بس على 32 بيت وعكذا يعني ممكن نفسه برقم الطبيعي ان هو يمثل لكن ايه اللي بيفرق؟ انه كل ما نمبر اوف بيتس يزيد كل ما اقصى او عدد الارقام اللي يمكن تمثلها باستخدام عدد الخنات دي يكون اكثر يعني لو عندي ثمانية بيت مثلا فاقصى حاجة ممكن اوصل الله انه يبقى كل الخنات بوحاية لو 16 بيت يبقى عندي كل الخنات اقصى شيء ممكن اوصل له كلها بوحاية لو 32 و 34 و 64 و هكاسم خلاص شك كده هنجيب لك ادول بيوضح لك ان لو كان عندي ثمانية بيت الديجيت نفسه مكون من ثمانية بيت فالثمانية بيت يمكن انها تغطي الرنج من اول رقم صفر لغاية 255 يعني اذا الثمانية بيت ممكن استخدمها لتمثيل 266 رقم بداية من صفر الى 255 و هتلاقي اخر رقم الهو 255 عبارة عن ايه كأن كل الديجيت بتساوي كم بتساوي احد لو تمانية ديجيت سينا في الحالة دي بيساوي احد لو بيتساوي كم مقرحة ازاي حسدنا قيمة الاتنين 255 عن طريق ايه عملنا اثنين قص عرض الديجيت سواء اثنين قص تمانية مينس واحد لو عندي 16 بيت ممكن الرنج سيزيد من صفر وحد تقريبا 65500 35 نفس الكلام لو 32 بيت سيزيد اكتر لو 64 بيت سيزيد اكتر الهتف من هنا مش الحفظ ولكن فهم ان كل ما النامبر اوف ديجيت سيزيد كل ما الراينج اوف كفرد او الراينج بتاع الارقام الي يمكن تغطيتها عن طريق هذه الديجيت سيكون اعلى لان عدد الديجيت سيزيد والاوزان سيزيد وبالتالي الارقام ممكن اي اخرى اي اخرى سيزيد وطبعا الحجم بتاع الارقام ازيد الستوريج سيزو نفسه يكون اكبر. طيب لو عندي اه سألتك انا مسلا سؤال. في كويز مسلا. اعتمادا على الجدول دوت. قلت لك مسلا. ما هو? what is the largest اه انتجر? اكبر رقم صحيح? that may be stored in 20 bits. يعني ما هو اكبر اه رقم. يمكن تخزينه باستخدام 20 bits. يعني عند الخانات حوالي 20 bits. مش لا 16 ولا 32. لا 20 bits. طيب اجيب زي اخر رقم. لو اخر رقم اجيبه ازاي قولنا? انطالين انا اقول اتنين قص. النمبر اوف بيتس ناس واحد. اتنين قص. عشرين. مينس واحد. طيب نحسب الان اتنين قص عشرين بكم? نطرح منها واحد. نحصل على اكبر رقم ممكن اه تخزينه فيها 20 bits. طيب لو قلت لك مسلا عندي. الحاجة اصغر شوية. لو عندي خمسة بت. ما هو اكبر الرقم. لارجت انتجر. زيت مي بي ستورد ان 5 bits. هتقول لي ايه? اتنين قص خمسة. مينس واحد. اللي بتساوي اتنين وتلاتين. مينس واحد. اللي هي كام واحد وتلاتين. يبقى دولي واحد وتلاتين. طيب لو اربعة بت. يبقى اتنين قصة اربعة. مينس واحد. يعني ستاش مينس واحد. اللي هي بساوي كام خمسة واحد وتلاتين. طيب بعد هشفت التحويل ما بين الانظمة وبعضها. هنرجع تاني بقى للنظام الثنائي. لان هو النظام الثنائي بالنسبة لنا هو النظام الاساسي. البايناري سيستم هو النظام اللي الحاسب بيعتمد عليه. وهنشوف ازاي نقدر نعمل حاجة اسمها البايناري ادشن. ان احنا نجمع على ارقام او نسوا عمونية الجمع. ما بين الارقام بس الارقام كلها بتكون في النظام الثنائي. لان مش يكون هناك طريقة مباشرة لجمع الارقام في النظام الثنائي عشان الكمبيوتر او الحاسب يتعامل بشكل مباشر مع النظام الثنائي في بعض القواعد لازم نبقى احنا عارفنا ايه هي لو القاعد الاولى بتقول لو هجم مع زيرو زائد زيرو فدايما بيكون المجموع زيرو وفي حاجة اسمها الكاري برضو بيساوي برضو زيرو يعني دايما المجموع اي مجمعهم بينتب عنهم حاجة شيئين الشيء الاول اسمه الصم اللي هو المجموع والشيء اسمه الكاري اللي هو بيحمل يسمه الكاري يعني محمول او يحمل الى المجاور زي ما نشوف بعد شوية في بعض الامثالة يبا دايما كده لو قولك اجمع زيرو بلاس زيرو هتقول لي بيساوي ايه؟ هتقول لي بساوي زيرو كناتك صم وفيه كاري الكاري داي اسمه صفر ينتقل الى الخانة المجاورة طيب لو صفر زائد واحد هيبقى法 سام برضو واحد كاري زيرو لو واحد زائد صف يبقى سام واحد و كاري زيرو اخر واحدة بس لو لوкої واحد زائد واحد هيبقى سام زيرو و كاري واحد نصف مجمع واحد بلس واحد يبقى السام زيرو لغصية الكاري كانوا واحد ينتقل ل خانة المجاورة هذه هي القواعد العامة التي نستخدمها عندما ننفذ عملية جمع في النظام الثنائي الثاني قواعد تقول ماذا؟ لو جمع 0 بلاس 0 يبقى المجموع 0 والكاري 0 لو 0 زائد 1 يبقى المجموع 1 والكاري 0 1 زائد 0 المجموع 1 والكاري 0 1 زائد 1 المجموع 0 والكاري 0 نرى القواعد لما نجمع رقمين معينين في النظام الثنائي نجمع هذا الرقم زائد 1 الرقم مقابل 4 والرقم مقابل 7 فمفروض النتيجة كانت تطلع 11 مفروض بس نستخدم النظام الثنائي نجمع الثاني نأخذ الرقم الأول وهو والرقم الثاني وهو وبينهم بلاس زائد نأخذ الرقم نجمع كل الرقم مع القدام 0 زائد 1 تبقى للقواعدة تقول لي ايه بساوي 1 والكاري كام والكاري 0 يجي هنا الكاري الكاري يروح في الخانة المجورة لها خلاص؟ يبقى 0 زائد 1 يعطي 1 والكاري 0 ينتقل للخانة لجنبها طيب واحد يديني 0 0 زائد 1 يديني كام 1 والكاري كام 0 0 زائد 1 1 والكاري 0 1 زائد 1 يديني 0 والكاري كام 1 يبقى 0 زائد 0 0 زائد 0 0 زائد 0 يديني 0 والكاري صفر. اجبع زاد صفر ثاني يديني صفر والكاري زيرو. وهكذا طبعا الباقي كله صفار فهتلاقي في الاخر كله صفار ويطلع لي في الاخر كامل. وبعد ذا النتيجة النهائية الخاصة بلايه? بعمليت كامل. تعال انقربها مرة تانية عشان ناكد عليه. نرجع تاني هنا. ده الرقم الاول. وده الرقم الايه التاني. نبدأ الاول باول خانة. هجمع الصفر زائد واحد. دول ايه? اتنين ديجيت هنا. والكاري الاصلي اللي دخلي في الاول. اللي هو اول كاري خالص بيكون صفر طبعا لان فيش اي حاجة دخلة في الاول. خلاص? فكني بجمع ايه? صفر زائد صفر. طبعا صفر زائد صفر. بيتساوي الصفر والكاري صفر. لو بديني ايه? يبقى الاتنين دول مع بعض. يدوني صفر والكاري صفر معي اخذ الصفر دي. اجمعها زائد واحد. يديني كام واحد. والكاري الاخير يبقى كام صفر جينا? طيب بعد كده اخذ نفس الكلام. صفر زائد صفر. دول مع بعض. يديني صفر والكاري صفر. ماشي? كاري صفر. اخذ الصفر اللي نتكت هنا. اجمعها زائد واحد. يديني واحد. والكاري يبقى كام يبقى صفر. طبعا صفر زائد واحد. واحد والكاري صفر. بعد كده اخذ اللي بعدين. صفر زائد صفر. واحد زائد واحد. اه صفر زائد واحد بواحد. طيب. اخذ الواحد. اجمعه زائد واحد. يديني كام واحد زائد واحد. يديني صفر. والكاري يبقى كام يبقى واحد. اخذ الواحد ده ب violation و اختبئ و ايه او النتيجة بتاعتي. اه فعلا لو حاولناها نظام عشري هتلادي واحد اتنين تمانية. اللي هي تمانية واتنين عشرة واحد حداشر يعني كوميتها كام حداشر. فده بالنسبة لإيه? للجمع. بتعليكم مثال ثاني. تعالنا فصلا نجمع مسلا رقامين دول مع بعض. ده زائد ده. وزي بقون الكاري الاولي اول كاري عندي بيكون دايما كام? صفر دايما. اول كاري. اجمع صفر زائد واحد كام? في ايه كام؟. بوحد. تبقى لطاقة تفكر معي. السفر زائد سفر. الصمب صفر والكاري بواحد. ده الصم وده الكاري. واحد زائد صفر. تدين الصم واحد والكاري صفر. الصم بواحد الكاري زيرو. واحد زائد واحد. تدين الصم بزيرو والكاري بواحد. اول حاجة هنا عندنا. صفر زائد واحد بواحد والكاري زيبا. صفر زائد صفر بصفر. صفر زائد صفر صفر والكاري بواحد. يعني صفر. صفر زائد واحد بواحد والكاري صفر. واحد زائد صفر بواحد والكاري صفر. صفر زائد واحد بواحد والكاري صفر. واحد زائد صفر بواحد والكاري صفر. صفر زائد بتاعت ايه اول اه مجموعة. طب اللي بعديها نفس الكلام اجمع هو. صفر زائد واحد طبعا اول كاري قلنا دي من بصفر. طبعا صفر زائد صفر بصفر وصفر زائد واحد دين واحد والكاري بصفر. صفر زائد واحد 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 زائد واحد دين الصفر والكاري واحد. واحد زائد واحد بصفر والكاري واحد خلي بالك. والصفر زائد واحد دين واحد وعندي بسيطة. الأٹhoo انزل just one ear 1 c1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 vertail it والكاري الاخير واحد طبعا ما فيش حاجة ينزل في النتيجة هنا يبقى دي الريزلت النهائية وده بتكون طريقة الجمع باستخدام النظام الثلاني داخل مثال الثالث عشان تأكيد المعلومة نجمع عدوة زائد ده جدا م louder ربعد تجمع عدوة زائد صفر 1 ستجمع عدوة صفر 1 ستجمع عدوة صفر 1 ستجمع عدوة صفر والكاري هنا بواحد واحد زاد واحد وصفر وفيه كاري بواحد صفر زاد صفر دين صفر والكاري الأخير ده ينزل في الريزولت زي ما نشايف كده إيما ده إيه حاصل الجمع بين الرقامين دول فدي طريقة الجمع ما بين رقامين في النظام الثنائي دون الرجوع إلى النظام العشري ننتقل بقى كده إلى برضو موضوع مهم جدا آخر موضوع في المحاضرة النهاردة لو بيتكلم عن حاجة اسمها الكمبلمينت إزاي يحسب الكمبلمينت للقيمة الثنائية طب إيه الكمبلمينت دي الكمبلمينت عمتا معنى كمه الكمبلمينت اللي هي المكمل لو ترجبناها باللغة العربية معنى المكمل هذا المكمل بيستخدم بعد كده هنشوفه قدام شوية له استخدام مهم جدا بالذات لما ننفذ عملية الطرح أو هكون له دور مهم جدا لأنه بيستخدم للتعبير عن الأرقام السالبة اللي هي تسبقها علامة الماينس فبالتالي الطرح عملية الطرح اللي هي فيها ماينس هيبقى مهم جدا انه هنستخدم الكمبلمينت طيب ايه الكمبلمينت دوت او كيف يتم حسابه عندنا في منه نوعين الكمبلمينت عندنا في منه نوعين الأولين اسمه وانز كومبلمينت الكمبلمينت الاول وانز كومبلمينت واحد تاني اسمه اللي هو توز كومبلمينت او السكند كومبلمينت يبقى الفرست كومبلمينت او السكند كومبلمينت دول النوعين اللي موجودين عندنا يبقى اذا الكمبلمينت هو عبارة عن وسيلة هتساعدني بعد كده في تبسيط عملية الطرح او السبتراكشن زي ما نشوف بعد كده في المحاضرة القادمة ان شاء الله طيب هل في منه انواع في منه انواعين النوع الاول اسمه وانز كومبيليمت النوع التاني اسمه توسィ كومبيليمت بتوسي كومبيلمت هو الفيرست كومبيليمت التوسyst كومبيليمت هو الجو 코로나っちو كومبيليمت طيب stage هزي طيب تعالنا اخد اول واحد لئه 구вер الونز كومبيليمت ازاي يتم حسابه. كيف يتم? حساب الوانز كومبيلمنت. الوانز كومبيلمنت is obtained by value obtained by inverting all the bits in the binary representation of the number. يعني كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل نعكس كل البيناري numbers او digits في اي رقم نحصل على الايه? على الوانز كومبيلمنت. زي ايه مثلا? الرقم ده لو انا طلبت منك انك تحسب الوانز كومبيلمنت لهذا الرقم تعمل ايه? تعكس كل الايه? يعني الصفر يبقى واحد. الصفر اللي بعده يبقى واحد. الصفر ده يبقى برضو واحد. الواحد يبقى صفر. الواحد يبقى اه صفر. الصفر يبقى واحد. والواحد اللي بعده يبقى ايه? يبقى صفر. فهذه الايه? يبقى ده هو ايه? ده اسمه الوانز كومبيلمنت. لمن؟ للرقم ده. طب قلت لك حسيب لي الوانز بتاع كومبيليمنت اللي الرقم دوت. واللي بيساوي ايه? ولا حاجة تعكس كل الديجلز. الواحد يبقى صفر واحد صفر واحد صفر. ده الوانز كومبيليمنت اللي ايه? لهذا الرقم. خلاص? فده تعريف الايه الوانز كومبيليمنت. طب الوانز كومبيليمنت. هو يتم حصول عليه عن طريق ازاي? نكس معي. طبق سهل جدا. نبدأ بالليست سيجنفكانت بت. يعني ناخد الرقم الثنائي من ناحية اليمين. من ناحية الـ LSB. يعني لو كان الارقام او ديجيت زيرو. نتركها كما هي دون تغيير. نبحث عن اول ظهور للواحد. يبقى احنا بنعمل ايه? نمشي عبرقم من اليمين. لو صفر نسيبه زي ما هو. قالت ما اوصل لأول واحد. وصلت له اسيبه برضه زي ما هو. وبعد كده ابدأ اعمل التغيير. الواحد يبقى صفر والصفر يبقى واحد. دي طريقة حساب التوس كومبيليمنت. تعال تجرب كده طريقة. نجرب بالثال يعني. لو طلب منك انك تحسب لهذا الرقم. تعمل ايه? نبدأ من اليمين زي ما قلنا. الصفر نسيبه زي ما هو. يعني ده كما هو. بعدين ندور على اول واحد يظهر ادي اول واحد اهو. نبدو نسيبه زي ما هو. وبعدين اي حاجة بعد كده تعكس. الصفر يبقى واحد. الصفر اللي بعده يبقى واحد. الواحد يبقى صفر. الصفر يبقى واحد. اخر واحدين يبقوا صفرين. وكده ما حصلنا على بتاع هذا الرقم. مثلا انا قلت لك هسيب لي بتاع هذا الرقم. بتعمل ايه ثاني? نبدأ من اليمين. ونتجه في اتجاه الناحة اللي صفر. الزيرو نسيبها زي ما هي. اهو. زيرو زيرو. او الثانين زيرو زي ما هما. اغط ما اوصل لا اول واحد. اغط ما اوصل لا اول واحد. اطروفه كما هو برضو. اسيبه كما هو. بعدين اي حاجة جاي بعد كده يحصل لها العكس. ننفيها. نعكس الصفر يبقى واحد. الواحد يبقى صفر. الواحد اللي بعده يبقى صفر. اخر الصفر يبقى واحد. يبقى واحد. الخاص بالرقم الثنائي. طبعا توظيفه ازاي? هنشوفه قدامنا شوية ان شاء الله. بس دي ايه? طريقة حساب. في طريقة تانية. اه ان انت تجيب الاول ما تجمع على واحد تحصل على الايه? على. بس دي طريقة ممكن تكون يعني انا زكرتها بس لليها استخدام بعد كده. لكن ممكن دلوقتي في الوقت الحالي. نكتفي بالطرقة الاولى اللي هي ايه? تاني. ندور على اول واحد. لو زيلو نطرقها كما هي. الزيلو ازز. تطرق كما هي. اول واحد نسيبه زي ما هو. وبعدين الباقي ايه? يتم ايه? اه انعكاسه. الطرقة التانية. انه ناخد الرقم الاول. احسب له. وبعد كده بعد ما احسب له اجمع عليه واحد احصل على. دي الطريقة الايه? التانية. نكون مثال مسلا. ولك اول رقم اللي هو ده. تعني احسب له. سهل جدا. هنعكس الاسفار ايه? كم خانة عندي? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى يبقى النتيجة عبرها عن تمن واحد. ده طب قال لك لا دور ابدأ من اليمين ودور على الاول واحد. لكن انا مش هنلاقي اي واحد كلهم اصفار. يبقى ازا هو نفسه. فيش تغيير. نتشج. طب ناخد المستهيل اللي بعده. هزا الرقم. نحسب له نعكسه. الصفر يبقى واحد. اللي بعده الواحد يبقى صفر. الصفر التالي. التالي تبقى واحد. بعدين واحدين تبقى صفرين. بعد واحد صفر صفر. واحد صفر صفر. ده. طب تعال نحسب له. قولنا نعمل ايه? ندور على اول واحد اهو. يبقى صفر واحد. زي ما هم يتساووا. وبعد صفر واحد واحد تبقى واحد صفر صفر. ونحصل علي ايه? على مثال اخير تالت. اللي هو ده. الوانز كومبل متو عمرا عن ايه? النفي. كل ده ينفقى يبقى ايه? واحد صفر واحد تبقى صفر واحد صفر. اربعة صفار تبقى اربعة واحد. اخر واحد يبقى صفر. ده الوانز كومبليمت. طب التوز كومبليمت تدور على اول واحد. اللي هو مين? اللي هو اول واحد هو ده. سيبه زي ما هو. وبعد ذلك انفي الباقي. اه صفر واحد تبقى واحد صفر. اربعة صفر تبقى اربعة وحيد. واخر واحد تبقى صفر. وكده يبقى حصلنا على التوز كومبليمت الخاص من بالارقام دقيقة. برضو هنا بس هنا يخلي بالك عمل حاجة بس اه مختلفة. اداك الرقم في الصورة السوداسة عشر. وقالك احسب لي الخاص بها. فاعمل ايه? قبل ما احسب احولها في شكل ثنائي. ازاي? كل ديجيت في السوداسة عشر. في مقابل لي اربع ديجيت في السنائي. طيب ناخد الايه الاول? الايه عبارة عن واحد صفر صفر واحد. اللي هي واحد اتنين اربعة ثمانية. ارجع للكلام بتاعنا. اه لا معلش هنا في بس هنا اه يعني في بس هنا طيب وهنا. ثم عن العشرة اللي هي ايه اللي هي? اه العشرة. العشرة هي عبارة عن واحد اه صفر واحد صفر. الاف فبع كده اللي هي خمستاشر هي واحد 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 واحد. الاتنين اللي هي صفر واحد صفر صفر. البي اللي هي اللي اعتبر اه اي بي يعني حداشر اللي هي واحد صفر واحد صفر اللي هي واحد اتنين اربعة ثمانية يعني حداشر فعلا. فده الرقم بتاعي. ناخده بقى نعمل في ايه? بعد ما حولناه في النظام الثنائي نعكسه بقى. نحسب ندور على اول واحد. فين اول واحد هنا? صفر واحد. يبقى اول واحد او صفر. اه اول واحد او. بعد كده اعكس بقى. الواحد يبقى صفر. يبقى اول حاجة عشان بس انا فيه صغير. صفر واحد. وبعد كده اه الواحد الصفر يبقى واحد صفر 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 ص الى وبعد كده انفز واطبق. اه طب هنا مسلا انك حولي او احسب لي للرقم التلاتة وعشرين في النظام العشري. نفس الكلام لازم الاول دوت التلاتة وعشرين احولها في نظام ثنائي ازاي? ندور على اقرب وزن للتلاتة وعشرين. لو اتنين والسكان. عندنا الاوزان واحد اتنين اربعة تمانية ستاشر. اقرب حاجة ستاشر. يبقى عندنا كم خانة? يبقى عندنا اه خمس خانات. خانة الاولى وزنها واحد اتنين اربعة تمانية. ونحط واحد في الستاشر. وبعدين نشوف اه الباقي. اه الستاشر لما نشيرها من التلاتة وعشرين يديني كم? يديني سبعة. احط السبعة ازاي? ليه اربعة زائد ثلاثة ليه اربعة زائد اتنين زائد واحد. وهنا صفر. يبقى ده الرقم اللي هو مقابل لمين? ليه التلاتة وعشرين. في الثنائية. بعد كده احسب ازاي? اصيب اول واحد اهو. وبعد كده اعكس واحد واحدين دولي بصفرين. وكده الصفر واحد يبقى واحد صفر. وكده يبقى حسابة للرقم اللي هو اه تلاتة وعشرين. يبقى هنا في الحالة دي لما اه يديني القيمة مست ثنائية. ويطلب مني نحسب التلاتة ان انا احول الرقم لانظام الثنائي الاول. وبعد كده احسب الايه التوز كومبيلمنت. وبكده يبقى انتهينا او وصلنا لنهاية الليكتشر الاولى. ان شاء الله نتطقي المرة القادمة ونكمل النومبرينج سيستيم في الليكتشر نومبر تو باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.